اشتركوا في القناة اخصيا علشان اكون ام او علشان اكون امرأة موجود قدام حضراتكم كان ليه يا اب فالرجل له كل التقدير ولكن النهاردة واغذين جانب شوية صغير للمرأة نتكلم فيه لان المرأة مش هنقول نوات المجتمع ولا هنقول هي نصف المجتمع ولا هنقول ان هي مدرسة اذا اعدادتها اعدادتها شعبا طيبة الاعراقية ولكن خلينا اقول ان المرأة هي تاج على راس كل رجل محترق هي تاج على كل راس انسان سواء في اي مكان في الدنيا المرأة ليها دور كبير وفعال شفنا دولة مسناه من خلال زمان اوي 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 مع بداية الحضارة المصرية شفنا دور المرأة كان ليها دور مباشر او غير مباشر بشكل سريع كده اوضح لحضراتكم انه الراجل بشكل عام لما بياخد قرار في النهاية هو سيد القرار لكن لما متفحص شوية كده بيلاقي ان بعض الاوقات بتكون صانع القرار ده هي المرأة فبالتالي المرأة هي ليها دور مهم جدا اسمحولي ارحب بضفتي الكريمة والجليل الموجودة معي نهاردة استاذة اماني عبدالوهاب المشرف العامي الاكاديمية السويدية وبرحب بك يا دكتور المقدمة بتاعتنا عن المرأة وانا عارفة ان حضرتك يعني اكاد اجزب انك امرأة حديدية حديدية بمعنى الكلمة لان حضرتك ليك يباع طويل في اكتر من المجال وده جميل جدا جميل جدا ان المرأة يقدر يكون ليها اكتر من المجال تقدر تديش كل حاجة عايزة ابتدي مع حضرتك عرفنا ان حضرتك كنتي في انتخابات مجلس نوام 2020 المشاركة السياسية ايه اسباب دخول حضرتك الحايزة السياسة هو بالنسبة لدخولي في الحايزة السياسة ان اولا الدولة بتشجع ان المرأة تخش في السياسة يعني الخطة بتاعتها في 2030 ان لازم المرأة يكون لها دور في السياسة كمان في كل يعني مثلا في السياسة في الاقتصاد في الدور الثقافي فلازم دوت بتثبت نفسها في كل المجالات دي معدناش زي الاول بنقول للراجل ليه مكان معين والستيط لا مكانة معينة لا احنا دلوقتي كلنا بنعتبر بنكمل بعض فانا سبب دخولي في السياسة اولا في شخصي عزي عليا جدا في الحزب دي الدكتورة رحاب غزالة دي امنت المرأة بالمركزية كل التحية ليها كل التحية ليها هي فعلا اللي شجعتني وهي اللي قالت لي لانت شخصية تستحق ان انت تخشي وتمسكي في مجلس النواب غير من ناس كتير جدا من الشعب والمواطنين حبوا ان انا شافت فيك ايه يا دكتور؟ انتمائي للشعب ان انا عايزة اساعده ان انا ممكن ابقى واقفة جنب المواطنين اللي مش قادريني يوصلوا لحد في مجلس الشعب طيب خاليني نسيب المواطنين على جنب اللي انا بدأت المقدمة يا جماعة بالمرأة المرأة المرأة فارجوكي بقى اتفدأ فتت حضرتك بالنسبة للمرأة كانت ايه؟ خطتي اولا الدولة كانت ديتنا الحق ان احنا نخش بنسبة 50% وده طبعا حق كبير جدا لان القيمة كانت 44 فان المرأة تقش نصها 22 ده طبعا حاجة كبيرة جدا كل اتحايل دولتنا رشيدة اوه فانا كنت يعني عندنا كان كذا محور كده اتكلمنا فيه اثناء دخول مجلس النواب ان فيه بالنسبة للمواطنين كان موضوع التصالح كانوا التصالح مواضيع كتير جدا الموضوع ده يا دكتور خديبال حضرتك يعني ما الساعدة كبير من الناس موضوع التصالح ده؟ تمام هو بصي الدولة معها حق بس فيه حاجة هو جيه في وقت غير معده احترالت وقت غلط تقصدي؟ التنفيذ التنفيذ القرار؟ ما كانش اوه لان طبعا كنا ممرنا بمراحل كورونا والحال الاقتصادية في الدولة اثر على ايه دكتور القرار ده؟ ايه هو اثر على نفسية المواطنين لان ما كانش عندهم الاستعداد الكامل كانت الحال الاقتصادية طبعا بالنسبة للدول كلها للعالم كانت الحال الاقتصادية مش كويسة فكنا حابين يعني نقف ونبقى في ظهر الشعب اللي هو عايز يقول اوه على حاجة وعايز يقول لا اوه منفعش كل حاجة اوه صحيح طيب ايه اللي احنا كنا محضرينه برضو اكتر للمرأة لا هو بالنسبة للمرأة هي المرأة كان لها دور انا عارف ان انت افكارك حلوة جدا حقيقة واجواكي فكرة حلوة جدا للمرأة فبتالي انت اكيد حتى اكتر من خطة يعني انت شايف ايه اللي ممكن نقدمه للمرأة في البرنامج بتاعنا اولا انا بشجع المرأة ولازم انتبقى عندها ثقة في نفسها طول ما هي وثقة في نفسها طول ما بتثبت نفسها في وسط اي احتمالات بتحس ان هي وجودها اساسي مش مجرد اضافة او مجرد احتياطي طول ما هي حاسة بكده طول ما هي بتدي وطول ما هي بتبقى في تقدم وبتنمي شعب لان طبعا المرأة هي الام وهي الاخت وهي الاب وهي الام ساعات بتكون الاب فعلا كلام حضرتك مزبوط في حالة وجود يعني تغيب الاب فترة طويلة عن البيت بتقدر تقوم بكل الادوار اللي عايزين نقول حضرتك طيب طيب خليني دكتور اسأل حضرتك بالنسبة بقى اني بتشجع المرأة نقول ايه للستات او السيدات المحبطين اللي هما جواهم قيود كتيرة قوي وعندهم احلام وافكار وعايزين يرتقوا عايزين يطلعوا يظهروا يقدموا كل ما هو يعني جواهم اه لا غير ميديدي ايه اللي جواهم انا عايزة اطلع حاجة حلوة للمجتمع لنفسي اثبت نفسي تقولي ايه للسيدات اللي مش قادرين ياخدوا خطوة وفي حواليهم الناس مقيدانهم تعملي ايه اقولي احب نفسك لو حبت نفسك اوه كلمة دي حلوة اوه اوه لو حبت نفسها اه هتحس ان هي عايزة تدي كل حاجة واني مفيش اي قيود عليها طيب خلينا اقول لحضرتك اه نرجع تاني المشاركة السياسية انا عارفة ان انتي بقى طويل فيها بس خلينا اقولك اه عندك استعداد مرة واثنين وثلاثة ان انتي تاخذي تجربة المشاركة السياسية وانتي يقولك عزيمة ولا بدأنا نتراجع ولا لا ان شاء الله في الخطة الجاية انا قلت امرأة حددية والله لا ان شاء الله في الخطة الجاية لان انتي لما اتعاملت مع المجتمع وبقيت قريبة منه الناس عايزاكي فاستحال ان انت تخلي عنهم فان شاء الله المرة الجاية لازم ابقى في الترشيح بإذن الله طيب اكيد في الترشيح يعني احنا واخدين حزب المرأة نقول للسيدات اللي عايزينهم يحلموا ويحقق احلامهم عايزينهم يعبر عن نفسهم عايزين يخليهم ليهم قيمة في المجتمع حتى هم يعني انا معتقدة والله بجد كل الشكر والتأجيل لكل امرأة مصرية وعربية في العالم كله لان كل الست اكيد ليها دورها وليها كينها لكن في ناس يعني حققهم مسلوب شوية حضرتك توجيه رسالة لكل السيدات دول اللي عايزين يعبر عن نفسهم ويحقق احلامهم نقولهم ايه دورك لوقتي كامرأة سياسية احلامي واحلامي انك انت سيدة مجتمع دورك مش انك انت امه بس لا دورك انك انت لازم الدولة لها حق عليك لها واجبات لازم تبقي تثبيتي وجودك في كل مجال في مجالات الدولة كل ما انت حبة تدي اكتر لازم يكون في طاقة اكتر لازم تكون انت عندك استعداد انك انت حبة العمل ده لو حبتيه هتقدر يتواجه اي حاجة وهتأديه على اكمل وجه وضيفت الكريمة خاليني اقول لحضرتك لو ان شاء الله كان فيه وجود كرسي لحضرتك واخدنا منصب في النواب في مجلس النواب خطواتنا بالنسبة للمرأة لو حضرتك قادة على الكرسي وشفتي دايرة معينة من حيك مسكاها وشفتي انت اكيد بتشوفي او بترصدي الشارع المعاناة اللي هو فيها السيدات محتاجة ايه ومش محتاجة ايه تقدري تقوليني من خلال تجربتك الستات او وقتها او السيدات كانوا محتاجين ايه في الفترة دي ايه اللي تقدري تقدمي ليهم وانتي قادة في كرسيك هو حضرتك بالنسبة انا مثلا نايبة لازم اتابع ما انفعش ان انا قادة على الكرسي وبس ما عرفش الشعب عايز ايه ما عرفش احتياجاته سوى المرأة او سوى الرجل او الشباب لازم الاحتياجات ابقى عارفاها عشان ابدأ ابني عليها ولما اجي اشرع لازم اشرع قانون يبقى يدي كل واحد حقه بالنسبة لهم هم المرأة محتاجة ان هي تحس بالامان تحس ان هي لها دور في المجتمع دور فعال فلما تشوف القدوة بتاعتها انها دور فعال ودور بيدي اكيد هي هتتشجع ويبقى عندها التجهيع انها هتبقى كده طيب اعرفنا انا حضرتك دخلتي في مجال لانا قلت يا جماعة من الاول ضفتي شغالة في كله بصراحة سياسة وطب وكل حاجة دخلتي في مجال العلاج حب الشباب ده علاقته ايه بالمشاركة السياسية وشغل الاكاديمية والحاجات الكتير اللي فوق بعضها اللي مش عارفين نخلصها دي انا لقيت ان الشباب في مشكلة ومشكلة كبيرة جدا وبتقصر على نفسياتهم جدا فيش حال جاجل ليه حتى العلاج الموجود حاليا سوى مستورد او سوى مصري مجرد علاج مؤقت وبيشتغل على الهرمونات وطبعا كانفسيا للشباب سوى الشاب او الشابة بيتعبوا نفسيا الشكل المظهر فلما انا لقيت علاج والعلاج ده علاج طبيعي بدون اي مواد كيموائية بيشتغل على حب الشباب وعالغدد مش عالهرمون فطبعا بالنسبة لكده معجزة اولا العلاج فترته صغيرة من شهر لشهر ونص مش بيتقرر تاني دكتور خالص وبيزيل اثار حب الشباب نهائي طب فيه كورتزون او حاجة ولا اي حاجة مواد طبيعية منتخرج من زهرة فقط لغير زهرة ايه بقى اعرف ورد النيل الله ورد النيل وملوش اي اثار جانبية وما بيستخدمش معاه اي حاجة خالص طب حد ذاته اكتشاف ان حضرتك انا مستغربة والله يعني بنتكلم في سياسة وفي اكاديمية وامور تربوية كلها وفجأة دخلنا في مجال طب تي حاجة جميلة جدا على الفكرة مش للمرأة بس للمرأة والرجل طب دكتورة كلميني اكتر عن العلاج ده العلاج ده هو عبارة عن علاج نهائي وفترته زي ما انا قلت لحضرتك من شهر لشهر ونص للحالات كلها العادية اما الحالات المستعصية اللي هو بيبقى فيها حب الشباب بيظهر في الاكتاف او في الصدر او في الضهر فده بياخد له ثلاث شهور النتيجة بتاعته بتظهر من ثالث يوم استخدام من ثالث يوم ثالث يوم استخدام وكمان في حاجة مهمة ان هو ما بتستخدميش معاه لا غسول ولا اي نوع من انواع الصبون لا طبي ولا غير طبي يعني نقدر نقول حالة ناترال يعني مفيش تهايك في الجلد ومالهوش اي اثار جانبية واستخدامه مرتين وعبارة عن لسيون بيتحط الصبح وحضرت بتخرجي عادي في الشمس لانه ما بتفعلش مع اي حاجة وبيتحط بالليل والنتيجة بتظهر زي ما انا قلت لحضرت وبيشتغل على الغدد مش الهرمون طيب ايه بو مناسب بقى الاكاديمية السويدية محتاجة بقى يعني سؤال كده ايه محترم كده يعني خايف الرجال يزعلوا ميني بس اسألوا دكتور تنصحي او توجهي رسالة للزوج اللي بيحاول يقيد الام او الزوجة او المرأة اللي بتحاول ان هي تحب نفسها اللي بتحاول ان هي تدرع حاجة اللي بتحبها وتعملها اللي بتحاول ان هي تكون واجهة لأولادها بتحاول انها تكون علامة مميزة او فارقة في حياة الناس كلها وليها بصمة خاصة نقول له ايه الجهة حققها زي مهام الجهة حققك يعني احنا قلنا في الاول ان كل وراء عظيم امرأة عظيمة امرأة عظيمة كل وراء عظيمة امرأة عظيمة فمعنى كده ان انت عظيم بيها فممكن تبقى هي عظيمة بيك ليه ما تدهش الفرصة وتخليها ان هي لان ده لك والأولادها مش لها الوعدها يعني هي بتعمل ده كله عشان أولادها وعشانك فاديها الفرصة هتبصها هتلاقيها زوجة وقدم انت يعني مش نقصك حاجة ليه لأ ليه احبتها ليه تبقى هي قال لي مني ما ممكن انا وهي نبقى متسويين ممكن انا وهي هنبقى احسن ببعض نتمنى من كل زوج يعني فاين الاعتبار ياخد نصيحة أخوية من أستاذتي وضفتي الكريمة على وعسى يكون ده خير في حد ذاته لحضرتك لزوجتك خليني سؤال سريع عني يا دكتور قبل ما اختم الحلقة الأكاديمية السويدية نبزة مختصرة كده عنها بسيطة قوي 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 نفهم منها ايه اللي ممكن نستفيدوا منها انا فيه تعاقد بيني وبين الدكتور خالد فرحات اللي هو أساسا مدير الأكاديمية السويدية ان انا افتح فرع في الشرقية تمام ده عبارة عن زي علاج الطب البديل وفيه كمان قسم تمريد فيه كمان قسم مساحة فيه لغة فيه اقسام تانية طبية تانية تربوية وتنموية وايضا طبية بالمناسبة بقى حب الشباب انا كده فهمت حب الشباب ده جامنين حيا الكلام مع حضرتك ما بيخلصي دكتورة أستاذ الفاضلة وان شاء الله يقولينا لقاءات تانية بشكرك جدا لجودك معي النهاردة أستاذة أماني عبدالوهاب المشرف العام للأكاديمية السودية بشكرك يا فدم لجودك معنا النهاردة انا بشكرك مش هيدين الكرام مش هيدين الكرام زي ما بنقول أستاذ الفاضلة تفضلت الحياة السياسية ومشاكل في الحياة السياسية أمر مشروع للكل الدولة كفلته ووضعته حبي نفسك قوي دوري عن الجوايكي إزاي تحقق حلمك إزاي تكون سند ودعم لزوجتك إزاي نقدر نتحدى كل الصعاب إزاي نقدر ننهض ببلدنا عندنا رؤية سياسية نقدر نحن نشارك فيها ونقدمها بشكل توعوي وثقافي في نهاية مصر دولة عظيمة عظيمة بنمازج محترمة زي ضفتي الجليل الموجودة معي النهاردة امرأة حديدية أنا ما زلت مسرة كل الشكر لحضراتكم كل الشكر لمشاهدي ومتابعي أحلى بصراحة متابعي ستات دوت كوم على وجودي معاكم النهاردة كل الشكر إلى اللقاء حلقة دي إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر